اختتمت مكتبات الشارقة فعاليات الدورة الرابعة من معرض التخصصات بمشاركة 2132 طالبا وطالبة من 15 مدرسة حكومية وخاصة والذي استهدف طلبة المرحلة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية إلى جانب الأفراد المهتمين بالدراسة في دولة الإمارات بهدف زيادة وعيهم بالمعارف والأساليب التي تتيح لهم اختيار التخصصات المناسبة وتساعدهم على التخطيق لمسارهم المهني بنجاح واستضاف المعرض 17 جامعة وكلية ومعهدا بالدولة تمثل مختلفة تخصصات الأكاديمية للإجابة عن تساؤلات الطلبة حول طبيعة فرص العمل المرتبطة بالتخصصات مستقبلا وتضمنت الفعاليات المنظمة على مدار يومين محاضرات ألقاها عدد من الاستشاريين الأكاديميين الذين ركزوا على أبرز التحديات التي قد تواجه الطلبة في اختيار التخصص الجامعي الأنسبة اشتركوا في القناة